ربما يخبرنا الجدل والذي حصل حول رواية هوارية عن البوصل التي أضعتها كتابة الرواية الجزائرية بفعل عوامل متعددة أثرت عليها عكست نصوصا أثارت حفيظة الكثير من النقاد تتحدث بشكل تسجيلي كما يتحدث من البوصلة لا غير صحيح الرواية تعيد تشكيل هذه المفاهيم برؤية إبداعية مختلفة حتى تولي استشرافية هذه الكتابة الجديدة الرواية ليست مجموعة من التفاصيل التسجيلية مرآوية يعني كفوتوغرافية وأحيانا في كثيرا لا تخدم النص نهائيا مجرد مشاهد فيها جرأة كبيرة يعني بعيدة عن هوية المجتمع نعم ونقولها نعم أنك نترك مكش كاتب أجنبي أنت عندك هوية ولا لا الإبداع لو عنده هوية أنت اللي تتأكدها وانت اللي تعود شكلها الرواية كتابة تهدم الواقع وتعيد بناءه باحتكامها إلى ضوابط ومغايير كتابية تجعلها نصا سرديا يصح أن نسميه روائيا لأن الكاتب لا يرضى بالواقع حتى كاتب يرضى بالواقع إذن هو يهزم الواقع يعود يهدم الواقع ويعود يبني مستقبل جديد ورؤية حالمة جديدة إذن الكتابة هنا فيها مجموعة فيها كثير من تقنيات وهذه التقنيات تتحول تتغيى وإذا كنقوله أن الرواية اشتغالية تجربية يعني لا تستاكين أو لا تستاقيم على مفاهيم ثابتة نلقو مثلا في الرواية نلقو فيها مفاهيم تاريخية فلسفية سياسية إنسانية دينية إلى خلالك في الرواية فهناك نلقو حتى القصة والشعر والمسرحية في الرواية هذا التداخل الرواية ليست مجرد كلمات على ورق بل طالما كانت مادة خام لفنون أخرى كسيناريو لفيلم أو مسرحية بقية تراسخة ترجمة نانسي قنقر